السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عزيزاتي من جديد في قناتكم أسرار الجمال الطبيعي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية بما أنني جاءت لطلبات كثيرة على وصفات لزيادة الوزن في رمضان قررت اليوم أن أقدم لكم وصفة رائعة مجربة وفعالة بعشبة الكثيرة أو الكثيراء وهذه العشبة معجزة في التسمين وزيادة الوزن والتخلص من النحافة المفرطة ولها فوائد عديدة حتى على الشعر فاسمها خير دليل فهي تكتر الشعر وتقويه وهناك نوعان من الكثيرة أو الكثيراء النوع الشفاف الأبيض يصلح للأكل وهو الذي سوف أستعمله في هذه الوصفة والنوع الثاني وهو الماء للإسوداد يصلح فقط للاستعمال الخارجي ستجدونها عند الغطارين أو بائع الأشاب وسوف نحتياج أيضا في هذه الوصفة إلى كأس من الحليب المغلي والآن سوف أريكم طريقة استعمالها نأخذ القليل فقط من الكثيرة فقط لأنها بعد ذلك سيتضاعف حجمها ولهذا سميت بالكثيرة سأقوم بنقع الحبيبات في الحليب لمدة ليلة كاملة حتى تنقع جيدا وتذوب لنا الحبيبات رقوها تنقع لمدة ليلة كاملة وأنا سبق لي حضرتها من قبل قبت بنقع لمدة ليلة كاملة حتى أصبحت لي على ذا الشكل كما ترون في الفيديو أصبحت على شكل ياغورت ويمكنكم تحليتها بالعسل أو السكر كما تريدون بالنسبة لطريقة التحضير فيجب عليكم تحضير الكمية ليوم واحد فقط فمثلا إذا أردتم استعمال هذه الوصفة يمكنكم تحضيرها في الليل ليلة قبل وأخذها في الصباح ملعقة كبيرة بعد وجبة الفطور وملعقة كبيرة بعد وجبة العشاء وبمعننا في شهر رمضان يمكنكم استعمالها أيضا بعد وجبة الإفطار وبعد وجبة العشاء ملعقة كبيرة وبعد ذلك تقومون بنفس العملية وهكذا يوميا حتى تحصلوا على النتيجة المطلوبة فنتائجها صدقوني رائعة فعالة ونتائجها سريعة جدا فقط استمروا عليها وسترون النتيجة من أول أسبوع أتمنى حبيباتي أن يكون في الفيديو قد نال إعجابكم ولا تبخلوا علي بتعليقاتكم واستفساراتكم سأكون سعيدة بالرد عليها ولا تبخلوا علي بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم وإذا كنتم تزورون القناة لأول مرة فأدعوكم للاشتراك بها وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر